السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذه المجموعة من الفيديوهات حول تصميم أغلف الكتوب على منصة Amazon KDP هذا الفيديو يعتبر مقدمة وسوف نوضح به بعض الأمور في باقي الفيديوهات إن شاء الله سوف نقوم بشرح تطبيقي إذن ما هو Amazon KDP؟ إذا كنت قد جربت العمل على Amazon أو كنت تعرف Amazon Merch يمكنني أن أسبيها لك KDP بـ AmazonBaymerch وبدل الأقمصة التي هي T-shirt فالKDP خاص بالدفاتر والكاراريس والمذكرات واليوميات وغيرها من الكتب التي نقوم بتدوين عليها ما يروج في خواترنا أو كتبنا الدراسية ولا يكون بها محتوى كثير كالقصص أو الروايات فقط تكون صفحات بيضاء أو صفحات بيضاء بها خطوط الأشياء التي سوف تقوم بتسميمها عند البدء في أمازون كيديبي هي أغلفة الكتب وكذلك الصفحات التي سوف تكون داخل الكتب هل هي صفحات بيضاء أو صفحات بها أسطور هذا مثال على بعض أغلفة الكتب التي يمكنك تسميمها أحزام صغيرة وأحزام كبيرة كذلك هذا هو داخل الكتب يكون مثل هذا الشكل خطوط بالنسبة للمحتوى الذي يكون داخل الكتب هناك بعض المواقع تعطيه لك مجانا كذلك سوف نقوم بعمل فيديوهات تشرح طريقة إنشائه بنفسك إذا كنت تريد التمييز على الباخل الأشخاص الآخرين الذين يأخذونها من تلك المواقع المجانية أنت فقط تقوم بتسميم أغلفة الكتب وما سوف يكون داخلها وتنشرها لأمازون أمازون تتكلف بكل شيء لأن أمازون معروفة عالميا الكثير من الزيارات تأتي إلى أمازون أشخاص يسترون من أمازون سوف يبحثون إذا وجدوا كتابك سوف يسترونه أمازون تتكلف بالطبع وإرسال منتج إلى أصحابه أنت فقط تقوم بتسميم ووضع الكتاب على أمازون لا يكون لديك أي تواصل شخصي مع المشترين على أمازون كذلك للإشارة فقط أن وضع الكتب في أمازون مجاني لن تدفعها شيء يمكنك وضع أعداد التي تريدها من الكتب لن تدفعها عنها وكذلك هناك عدة أدوات مجانية يمكنك الاشتغال بها إذا كنت لا تعرف معلومات على التصميم أو لم يسبق لك التصميم في برامج التصميم يمكنك أن تقوم بتطوير نفسك في هذا المجال والتعلم هذا إن كنت مهتم بتصميم أغلفات الكتب كذلك الأمر سهل لن يحتاج منك مجهود كبير في البداية هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بالبادئ في هذا المجال ولا يعرفون شيء عن التصميم وحققوا بعض المبيعات الجيدة كذلك سوف نقوم بمرافقتك في هذه المجموعة من الفيديوهات خطوة بخطوة من إنشاء حساب على أمازون إلى نشر أول كتاب الخاص بك كذلك كيف تجد الكلمات المفتاحية التي تستعملها من أجل أن يتم إظهار الكتاب الخاص بك في البحث عندما يبحثوا بالزائر وكذلك سوف نقوم بعمل فيديوهات حول كيف تقوم بتصميم المحتوى الداخلي للكتب على Photoshop و Illustrator باقي الفيديوهات سوف تجدوها في وصف هذا الفيديو أو في أول تعليق أو في نهاية هذا الفيديو إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أراك في الفيديوهات القادمة إن شاء الله